اشتركوا في القناة مقتلوا نحو ألفين سوريا على يد القوات التركية منذ تدخلها في الأزمة عام 2011 أهلا بكم من جديد أطلعت وزارة الخارجية سفراء الأوروبيين وسفير الأمريكي المعتمدين لدى القاهرة على موقف مصر من تطورات الأزمة في ليبيا أشارت الوزارة في بأن لها إلى أن موافقة البارلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا يعد بمثابة انتهاك لشرعية دولية وحدرت من تداعيات هذا القرار أكدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب على أن قرار البارلمان التركي بالموافقة على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا هو محاولة لغزو من نوع جديد بغرض فرض الهيمنة الإقليمية على الأراضي الليبية وقالت اللجنة خلال اجتماع عقدته اليوم أن هذا التطور الخطير بالتدخل العسكري الأجنبي في بلد عربي شقيق يهدد الأمن القومي العربي والأمن القومي المصري بما استوجب جميع الإجراءات الكافيلة بالحفاظ على المصالح العربية جراء تلك التهديدات وطلبت بضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه القرار التركي بإرسال قوات لليبيا وتحذره من تداعيات هذه الخطوة أشهد مرصد الفتاوى التكفيرية والأراء المتشددة تابع لدار الإفتاء المصرية بموقف البرلمان الليبي برفض أي تدخلات تركية في الأراضي الليبية من جانب أفاد بيان لوزارة الخارجية السعودية بأن موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي وتقويضا للجهود الأممية الهادفة لحل الأزمة الليبية خطوات عملية تخزها البرلمان الليبي حيى لحكومة فيز السراج التي ضربت مصالح البلاد عرض الحائط اهتمام كبير حزه إقرار البرلمان الليبي مشروع قانون لإلغاء مذكرتها التفاهم البحرية والأمنية الموقعتين بين رئيس حكومة طرابلس فيز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردغان وإحالة الموقعين عليهم للقضاء بتهمة الخيانة العظمى كما قرر البرلمان الليبي قطع العلاقات مع تركيا تم التصويت بالإجماع على إحالة رئيس المجلس الرئاسي فيز السراج ووزير خارجيته سيالا ووزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني باش آغا إحالتهم إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى وإحالة كل من ساهم في إبرام هذه الاتفاقية وساهم في جلب المستعمر إلى بلادنا قطع العلاقات مع النظام التركي ودولة ليبيا مجلس النواب الليبي وافق كذلك على مخطبة المنظمات الدولية مثل مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية والاتحادين الأفريقي والأوروبي لسحب الاعتراف بحكومة السراج المملكة العربية السعودية دانت تصعيد التركي في ليبيا معتبرة أن التصعيد يشكل تهديدا للأمن الإقليمي والعربي كونه تدخلا في الشأن الداخلي لدولة عربية في مخالفة سافرة للمبادئ والمواثيق الدولية وخلال اتصال الهاتفي نقش رئيس الفرنسي إيمانويل مكرو مع ولي عهد أبو الظبي الشيخ محمد بن زايد النهيان أهمية محاربة تنظيم داعش الإرهابي والتصدي للأزمة السياسية في ليبيا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أكد أن التهديدات المختلفة بتدخل السياسي أو العسكري في الشؤون الداخلية لليبيا تزيد خطر المواجهة بدوافع لا تموت بصلة بالمصالح الأساسية للشعب الليبي فيما قال الرئيس القبرصين يكوس أنيسيسيادس أن تركيا تسعى إلى تطبيق سياسة توسعية في منطقة شرق البحر المتوسط الأوسع ومنطقة الشرق الأوسط المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أكد أن الجيش وشعب على أتم استعداد لمواجهة الغزو التركي مشيرا إلى أن المعركة في ليبيا لم تعد معركة تقليدية بعدما أصبحت ضد دول داعمة للميليشيات وفي مقدمتها تركيا وعلى إثر ذلك شام طيران الجيش الليبي فجر الأحد غارات جوية على معسكرات وتمركزات تابعة لقوات الوفاق وذلك في تاجوراء شرق العاصمة رابلوس استهدف الأعنف منها مقر الميليشيات ضمان المزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ خالد محمود الكاتب الصحفي المتخصص بالشأن الليبي أستاذ خالد مساء الخير أهلاً أستاذ خالد كيف تبعت اجتماع البرلمان الليبي بالأمس والقرارات التي صدرت عنه خاصة لاتفاقيتين الأمنية والبحرية؟ هو كان تصويب للمطار الفاشل والخاطئ لحكومة الأوفاق التي يأخذها الانتراج في ترابلوس المجلس النواب الذي انعقد في مقر دستوري في بنغازي بشرق ليبيا بالأمس هو الكيان الشرعي الوحيد والمنتخب شعبياً في ليبيا وكان يفترض أن حكومة الانتراج التي أتت وعبطت على المشهد الليبي بالبراشوت عقب اتفاق السقيرات في المرئب نهاية عام 2015 كان يفترض أن تحظى هذه الحكومة بموافقة البرلمان لكن البرلمان اعترض على هذه الحكومة ورفض الاعتراف بها ومع ذلك هذه الحكومة مارثت عملها برعاية ببعثة الأمم المتحدة التي تعتبر شريكة أساسية في هذه الجريمة الدستورية والسياسية ومنذ ذلك الحين هذه الحكومة تمارس صلاحيات على الورق فقط ولا تحكم أكثر من مقاريها في القاعدة البحرية بو ستة والشارع الليبي يعلم تماماً حقيقة هذه الحكومة ويتنظر عليها بأصدار حكومة الفرقاطة بإشارة إلى أنها عندما دخلت إلى البلاد لأول مرة بعد اتفاق الصغيرات تسللت على متن فرقاطة عسكرية إيطالية وأنا أعتقد أن هذه الحكومة أيضاً مع هذا الضغط المكثف بقوات الجيش الوطني وأترابها من وسط العاصمة ترابلوس بإذن الله تعالى سوف تخرج متسللة من ترابلوس إلى تركيا وتقيم هناك ما يمكن أتباره حكومة للمنفى ويظلوا يقاررون إلى لا نهاية استوانة الشرعية المشروخة نعم أستاذ خالد وصلت فكرة حضرتك أستاذ خالد محمود الكاتب الصحفي المتخصص بالشأن الليبي شكراً جزيلاً لك مشاهدين ننتقل الآن على الهواء مباشرة لمتابعة قلسة مجلسة نواب العراقي للتصويت على صحب القوات الأمريكية من العراق الغاية الاتفاقية أصلاً البنود مالتها وابحة تقول مجرد الإختار من أحد الطرفين تكون المهلة سنة بعد انتهاء الاتفاقية ما تحتاج إلى الحكومة هي الطرف بموجب المادة سيدات سادة النواب بموجب المادة 35 من قانون رقم 15 اللي يتعلق بالاتفاقيات المخول بالتفاوض في الاتفاقيات الدولية هو رئيس الحكومة أو من يخوله وبالتالي الطرف الموقع بالاتفاقية هو الطرف الحكومي بإمكانه اختار بموجب الاتفاقية الموقعة في بنودها الأخيرة بإمكانه اختار الطرف الثاني بإلغاء الاتفاقية سيدات سادة النواب أطلب من المجلس التصويت شنو المطلوب سيد النابل أول أيضا بإمكانه السيدات سادة النواب المضيب الإجراءات التشريع بما يتعلق بما طرح السيد النابل بما يتعلق بالاتفاقية تمت الموافقة على القرار ترفع الجلسة إلى السبت القادم شكرا جزيلا مشاهدين تابعنا جلسة البرلمان العراقي للتصويت على صحب القوات الأمريكية من العراق بموجب المادة رقم 35 للقانون رقم 15 والتي تقضي في بنود هذه الاتفاقية أنه يحق للطرف الأول إلغاء الاتفاقية مع الطرف الثاني وبالتالي تم تصويت بالموافقة نتابع مشاهدين أخبارنا من هذه الفترة الإخبارية أشامل قال قائد الجيش الإيراني أن الولايات المتحدة تنقصها الشجاعة لخوض نزاع مع تهران على حد تعبيره جاء ذلك ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة غير مسبوقة لتهران إذا هاجمت الأخيرة الولايات المتحدة مجددا محددا 52 موقعا إيرانيا من بينها أماكن تاريخية يمكن ضربها إذا هاجمت إيران أي أمريكي أو أي من أي أصول أمريكية بينما تدور المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في الخليج يقترب الصراع غير المتكافئ بينهما من الخروج على السيطرة فمنذ ثمانينيات القرن الماضي كان الصراع بين الدولتين في الأروقة الدولية وعلى الطاولات السياسية إلا أن أمريكا غيرت قواعد اللعبة وبدأت في المواجهة العلنية بعد تهديد مصالحها في العراق بيد فصائل موالية لإيران الموقف أصبح تهديد من جانب تهران فلا صوت يعلو هناك فوق صوت الانتقام لمقتل رجلهم القوي الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني تهديد يقابله وعيد من الجانب الأمريكي فالرئيس الأمريكي حدد 52 هدفا إيرانيا مؤثرا لضربها إذ تم مس أي مواطن أو مصالح أمريكية في أي مكان بالعالم وكتب ترامب في تغريدة على تويتر مهددا الإيرانيين بالضرب بشكل أقوى مما ضربوا مؤكدا استعداد بلاده لاستخدام معداتها العسكرية الجديدة بلا تردد إذا رد الإيرانيون تهديد ترامب رد عليه الجيش الإيراني مؤكدا أن واشنطن لا تملك الشجاعة لتنفيذ ذلك كما حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف الرئيس الأمريكي من مغبة القيام بهذه الخطوة باعتبار أن استهداف مواقع ثقافية جريمة حرب إيران تحركت دوليا وسجلت اعتراضا شديدا لدى أنتونيو جوتيراش الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن على اغتيال أمريكا لأحد أهم رجالها في حين خرج البرلمان الإيراني بلهجة عنيفة ووجه متحدث باسمه رسالة إلى ترامب متهمه بارتكاب جريمة أخرى ومنذ فترة طويلة استقر النزاع بين الولايات المتحدة وتهران على حدود لم يتجاوزها الطرفان إلا أن العمل الذي أسمته واشنطن وحلفائها بالدفاعي حرك مياها لم تركد يوما بعث البيت الأبيض اختارا رسميا للكونجرس عن الضربة الجوية الأمريكية التي قتلت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني الجمعة وذلك وسط شكاوى الديمقراطيين من أن الرئيس دونالد ترامب لم يختر النواب بتنفيذ الهجوم بموجب قانوني صلاحيات الحرب الأمريكية من جانبها قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوتسي أن الإختارة أثار تساؤلات قطيرة وعاجلة بشأن التوقيت والإسلوب وتبرير إدارة ترامب قرر الخوض في أعمال قتالية ضد إيران في الوقت نفس تجمع مئات المتظاهرين في مدينة السياة الأمريكية للتعبير عن احتجاجهم على الإجراءات التي اتخذتها واشنطن فيما تعلق بتطورات الأوضاع في العراق وإيران مشيرين إلى أنها تمثل تصعيدا قد يؤدي إلى حرب دع وزير الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل وزير الخارجية الإيراني جواد طريف إلى بروكسل كما دع بوريل إلى تجنب أي تصعيد جديد بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية في العاصمة بغداد كان بوريل قد بحث مع طريف خلال اتصال هاتفي أهمية الحفاظ على اتفاق فيينا حول النووي الإيراني استدعت إيران السفيرة السويسرية الذي يمثل المصالح الأمريكية فيها اليوم للاحتجاج على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي هدد فيها باستهداف مواقع إيرانية إذا هجمت طهران أمريكيين أو أصولا أمريكية ردا على مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في غدون ذلك وصل جثمان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني حيث بدأت مراسم تأبينه بحضور حشود ضخمة ومن المقرر أن تقام مراسم تشييع لسليماني في طهران وقبل دفنه الثلاثاء في مدينة كرمان مسقط رأسه حشد هائل نكتاح شوارع مدينة الأهواز الإيرانية للمشاركة في تشييع جثمان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني الذي اغتيل بضربة جوية أمريكية في العراق وصل جثمان سليماني في ساعة مواكرة الأحد إلى مطار المدينة الوقع في جنوب غرب إيران والتي تضم أغلبية عربية كبيرة وخيمت مشاعر الحزن والغضب على الحشود الكبيرة في الأهواز عاصمة محافظة خوزستان التي تضررت بشكل كبير في الحرب العراقية الإيرانية بين عامي 1980 و 1988 والتي بدأ اسم سليماني يلمع خلالها ومن المقرر أن تستمر مراسم تأبين ثلاثة أيام تكريما له في إيران من الأهواز إلى طهران ثم مشهد وقم قبل دفنه سلثاء في ملدينة قرمان مسقط رأسه بجنوب شرق البلاد في الوقت نفسه هدف أعضاء البرلمان الإيراني المؤلف 290 مقعدة ضد الولايات المتحدة أثناء وقوفهم في وسط البرلمان للاحتجاج على اغتيال قاسم سليماني وتأجاج النزاع بين طهران وواشنطن عقب انتحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية فيما أثر مقتل سليماني في العراق المخاوفة من مواجهة محتملة بين الجانبين في منطقة الشرق الأوسط ذكر التقارير العالمية أن حصيلة القتل على يد قوات الجيش التركي في سوريا بلغت ما يقارب 1873 مدنيا منذ بداية تدخل أنقارة في الصراع عام 2011 وأوضحت أن أكثر من 270 من الضحايا كانوا من الأطفال بينما بلغ عدد النساء أكثر من 165 امرأة كما بلغت القسائر البشرية النجمة عن قصف قوات أنقارة وطائراتها خلال العمليات العسكرية التي شنها الرئيس التركي في سوريا 993 مدنيا ولفتت التقارير إلا أن العدوان التركي داخل سوريا قام بتهجير وتشريد عشرات الألاف من المدنيين كما أكدت أن انتهاكات الجيش التركي بحق المدنيين السوريين لا تزال مستمرة ولم تتوقف للمتابعة نضم إلينا هاتفيا من دماشق السيد غسان يوسف الكاتب والباحث السياسي سيد غسان في تأكيد الاستمرار انتهاكات الجيش التركي بحق المدنيين السوريين الآن بهذه التقارير الإعلامية التي تشير إلى حصيلة القتل التي ارتفعت لألف وثمانمائة وثلاثة وسبعين كيف يمكن استغلال هذه الورقة لمحاسبة تركيا على قرائمها ودعمها الإرهاب؟ بداية تحياتي لك والمشاهدين تعرفين بأن التركيا بشكل عام هي منخرطة في الحرب على سوريا والآن وبعد مرور 9 سنوات من هذه الحرب تتكشف الحقائق ليس من الجانب السوري أو الجانب العربي وإنما من الجانب الأوروبي والأمريكي فكل اليوم يشير إلى تركيا بأنها هي من أدخلت الإرهابين الأجانب بأنها هي أيضا من دعمت المجموعات الإرهابية وخصوصا النصرى وداعش وأنها هي التي جلبت حتى المقاتلين من الصين وأصبحوا ينخرطون واليوم تقوم بتوطينهم أو نقلهم إلى ليبيا للقتال هناك وهي التي تقوم أيضا بتجنيد المرتزقة السوريين وأبصارهم إلى ليبيا إذن من يتحمل كل هذه الجرائم هو من أدخل الإرهاب إلى سوريا وهو اليوم الذي يقوم بالمتاجرة في المجموعات الإرهابية وبيعها في سوقا لخاصة في ليبيا لذلك أعتقد بأن كل التقارير اليوم ستتوجه إلى أن تركيا أصبح بيرراعي الأكبر للإرهاب هي الحاضن الأكبر لداعش هي الحاضن الأكبر للقاعدة في جبهة النصر وغيرها من المجموعات الإرهابية ولذلك كل هذه التقارير أنا أعتقد أنها جزء من كل وهي شيء بسيط عند الحقائق التي كانت تذكرها سوريا ولم يكن يؤخذ بها ولكن طورت أردوكان في ليبيا كشف الحقائق اختلاص أردوكان مع بعض الأنظمة الأطلالية أيضا كشف الحقائق أكثر أيضا اختلاص أردوكان مع الولايات المتحدة ومع أوروبا أدى إلى كشف هذه الحقائق اليوم نرى تفتر لمحور الإرهاب في العالم ونرى كشف حقائق جديدة ولذلك أعتقد بأن تركيا اليوم أصبحت متهمة من الجميع وكل ما زاد الاتهام على تركيا كل ما وضعت تركيا سعلا في قصص الاتهام وكل ما طالب أجمع بمحاكمة الرئيس التركي رجل طيب أردوكان باعتباره أنه هو الذي يقوم بدعم هذه الحركات وبدعم الأرهاب في سوريا ولذلك هذه التقارير كما قلت لكيك وضع ما يجب أن يكون سابقا ولكن على كل ما أن تأتي متأثرا خيرا من أن لا تأتي أبدا لننتظر ونرى نعم أشكرك عبر الهاتف من دمشق سيد غسان يوسف الكاثب والباحث السياسي ترأس اليوم رئيس الجزائري عبد المجيد تبون أول اجتماعا للحكومة الجديدة برئاسة عبد العزيز جراد ومن المقرر أن تبشر الحكومة مهامها بإعداد مخطط عمل سيتم عرضه على البارلمان تضم الحكومة الجديدة 39 عضوا من بينهم 5 نساء و7 وزراء منتدبين وتوصف بأنها حكومة تكنقراط للمزيد من المتابعين ضموا إلينا عبر الهاتفة دكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور مختار مساء الخير مساء الخير عليك وعلى مشاهديك أهلا وسهلا دكتور مختار ما هي أهم الملفات التي تتصدر مهام الحكومة الجديدة برئاسة عبد العزيز جراد يعني دعينا نبارك للجتائف تشكيل الحكومة الجديدة في ظل اضطرابات وجدت داخل الجزائر وكانت لها مطالبات كثيرة متصور أنه الخطاب اللي أتى به عبد المجيد تابون الرئيس الجزائري في أول يوم لحفل تنصيبه أعطى شكل من أشكال الاتمئنان لهذه الجمهور الحاشدة الموجودة في ساحات كثير جدا من الأماكن داخل الجزائر اجتمعت الحكومة اليوم برئاساته وهذه الحكومة اللي ضمت في طياتها خمس سيدات خمس حقائب وزرية ضمت في طياتها أول وزيرة محجبة في تاريخ الجزائر وهي الوزيرة المرتبطة أو المسؤولة عن الشؤون البرلمانية وضمت في طياتها أصغر وزير ربما في تاريخ الجزائر هو وزير سنه 26 سنة مسؤول عن المشروعات الناشئة وأنا متصور أن الحكومة الجزائرية أولى مهمها هي كيف تعطي رسالة اطمئنان لهذه الحشود اللي كانت موجودة في الشارع وبدرجة أو بأخرى تتعاطى مع مطالبها خصوصا أن كانت مطالب مرتبطة بتعديل الدستور أو مطالب مرتبطة بالإفراج عن المعتقلين أو مرتبطة بمكافحة الفساد وغيره من الملفات الهامة وعبد المجيد تابون أعطى 54 تعهدا في بداية انتخابه ومتصور أنه وجد في تنفيذ هذه المطالب نعم ولكن من وجه التنظر حضرتك أهم التحديات التي من الممكن أن تواجه الحكومة الجديدة خلال فترة القاتل يعني خلينا أقولك التحدي الأكبر هو إرداء الشارع أنا من وجهة نظري هذا تحدي كبير جدا التحدي الثاني هي كيف تعطي لهذه الحكومة رسالة إيجابية لمحيط مضطرب في الخارج الجزائر هي جارة لدور الليبيا وعارفين شكل النزاع والصراع الموجود داخل الساحة الليبية في ظل عالم عربي مضطرب ما هو حادث في سوريا ما هو حادث في اليمن ما هو حادث داخل الأراق فأمامها ملفين في غاية الأهمية ملف خارجي مرتبط بهذه الرسالة وهي رسالة إيجابية ثم ملف داخلي وهو مطالبات الشارع اللي متصور أن عبد المجيد تابون بحكم سنه وبحكم خبرته 74 عاما هو قادر على أنه يلبي معصم هذه المطالب في أقرب وقتنا نعم دكتور مختار غباشي نايب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية شكرا جزيلا لك استعد المصريون للاحتفال بعيد الميلاد المجيد في أجواء يسود وهالمحبة والسلام وعكد الخبراء والمتخصصون أن مصر تبنت نهجا جديدا منذ تولي رئيس السيسي الحكم في نشر ثقافة تعيش الثلمي وقبول الآخر بمناسبة لاستعداد للاحتفال بعيد الميلاد المجيد وفي ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام يسعى الجميع إلى نشر نور المحبة والسلام وتعاليم الرحمة التي جاء بها السيد المسيح للبشرية وجبنا أن نتحاب أن نتعاون أن نتعامل بالمشترك الإنساني فيما بيننا وبين الناس جميعا نعيش بإنسانية نعيش بمحبة نعيش بتواد نعيش بتراحم وهذا الذي أمرنا به الإسلام قال ربنا سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين وأمرنا ربنا سبحانه وتعالى بحسن القول مع الناس جميعا قال ربنا وقولوا للناس حسن لم يقل للمؤمنين ولم يقل للمسلمين فهنا عايزين نموذة حقيقي للإنسان المتكامل المحب المتسامح الصفوح المتفاعل في الأسرة بتاعته متفاعل في المكان الديني إذا كان كنيسة أو مسجد متفاعل في المجتمع وهكذا فهنا عايزين إنسان متكامل ومتفاعل بحيث أنه يقدر يوصل رسالة ربنا للناس ويوصل محبة الناس لربنا وهو بيصلي من أجلهم وتسعى مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تحقيق التقارب والتعايش والتفاهم ما تجسد على أرض الواقع في ممارسات فالية وإجراءات كثيرة كان أبرزها افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية وهي خطوة حملت الكثير من الدلالات الرمزية ورسائل محبة وسلام للعالم أجمع لأتي هذا العام في أعقاب أعوام من البناء والكفاح ومصفوفة كفاح وأداء متميز على الصعيد الوطن عام 2020 سيكون بإذن الله عام حصاد وتعظيم لهذه النجاحات والتحول بمصر إلى دولة حديثة نرجو أن لا يعترض هذا ألي من الغيوم التي تلوح بالأفق وعلى الشعب المصري أن يتوحد بجميع توائفه خلف قيادته لتحيا مصر عزيزة وقوية المحبة والفرحة والسلام من أعظم أسماء الهدايا التي يمكن أن تقدم للإنسان فبالمحبة تتماسك المجتمعات ويعيش الإنسان في حالة من الرضا مع نفسه ومع الآخرين وبالسلام يتحقق أمن واستقرار المجتمعات الإنسانية في ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام تبعث مصر برسالة للعالم مفادها أن مصر كانت وستبقى مهدى لقيم التعايش السلمي والمحبة والسلام والتسامح بين مختلف الأديان والثقافات أمل صبري أنيل نظم مضحف نسيج بشارع المعز معرضا مؤقتا لعدد من قطع نسيج القباسي مستوحى من بعض القطع الأصلية بالمضحف ويسعى المضحف إلى إعادة إحياء فن القباتي أو الزخرفة المرسومة والتي يرجع تاريخها إلى نحو سبعة آلاف عام ثلاثون قطعة من نسيج القباطي المجسم تعرضوا لأول مرة في متحف النسيج بشارع المعز وتضاهي تلك القطع مثلتها المعروضة بمتحف النسيج وهو ما يتيح للزائر الاستمتاع بحضارة مصر العريقة بشكل عام وفنون نسيج القباطي بشكل خاص مصر نفسها كانت معروف في الأقطار اللي حواليها في الفترة دي بأنها نسيج القباطي ده كان مشهور جدا لدرجة حتى أن المصادر التاريخية بتقول لنا أنه لما الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل للمقاوقس حاكم مصر الرسالة المشهورة بيدعوه إلى الإسلام فكان المقاوقس أرسل له بعدد من أثواب القباطي المصري ونفس الشهرة دي اللي دعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد مدخول الإسلام نطلب من عمر بن العاص أن يرسل له نسيج القباطي المصري ليكسو به الكعبة نسيج القباطي مصري النشأة والوسيلة والهدف فإحنا عملين المعرض عشان نحي هذا الفن ويريد يعني وزارة السياحة والأثار في سوبها الجديد يعني انضمام السياحة مع الأثار يعني تتبنى هذه المبادرة لإنتاج منتجات سياحية تساعد في إسراء الهدايا التسكرية للسياحية فن القباطي أو الزخرفة المرسومة يتم تنفيذها عن طريق لحمات ملونة تنسجو جميعها بإسلوب غير ممتد في عرض المنسوج وذلك بالتبادل بين الخيوط الزوجية والفردية وهي ذات الطريقة التي استخدمت في الماضي حتى وقتنا الحاضر في نوعين من التصميم في تصميمات حديثة ودي ممكن بتقوم بيها جهات أخرى يعني تصميمات حديثة في تصميمات قديمة اللي هي بتأخذ من القديم نفس التصميمات الأولى أو التصميمات القديمة للقباطي بتأخذ نفس التصميم وبتأمل منه حاجة تشبه زي عملية استنساخ لهذا التصميم نستنسخ كقطع نسيج موجودة في متاعك برا مصر نحاول 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 إحياء للنسيج الكبطي هنا في مصر عشان نعرف لازم نستخدم خوط السيدة وخوط اللحنة من خوط الصوف وعلى همش المعرض تم تنظيم محاضرة بعنوان إحياء نسيج الكباطي للخروج بالفنون القبطية من أطر المتاحف إلى رحاب الاستخدام والمعايشة اليومية الملموسة على مدار عشرة أيام يستطيع ظوار متحف النسيج رؤية قطع فنية من نسيج الكباطي بأشكال حليثة تضاهي مثيلتها بالمتحف والتي يعود تاريخها إلى سبعة آلاف عام من متحف النسيج بشارع المعز أشرف مبارئ والآن مشاهدين مع نوين الأخبار وزارة الخارجية تطلع السفراء الأرابيين والسفير الأمريكي على موقف مصر من تطورات الأزمة في ليبيا عقب مقتل شليماني ترامب يهدد إيران بدربة غير مسبوقة وطهران تتوحد برد ساحق مقتل نحو ألفي سوري على يد القوات التركية منذ تدخلها في الأزمة عام 2011 للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت إلى اللقاء إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر